اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رعاية سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلقت دورة العادية السبعة وتسعيل للجنة الدائمة للإعلام العربية وذلك للتحضير لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي يعقد غدا ومجلس وزراء الإعلام العرب الذي يعقد برئاسة مصر الخميس القادم ويتضمن جدوى الأعمال لاجتماع أربعة عشر بندن في مقدمتها لسراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني ودور الإعلام العربية في التصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين بالإضافة إلى وضع سراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية ويوم الإعلام العربي وجائزة التمييز الإعلامي العربي وفي كلماته في افتتاح دورة العادية السبع وتسعيل للجنة الدائمة للإعلام العربي أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أكد ضرورة تعزيز التعاون العربي من أجل مواجهة ظاهرات الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر انتشار الشائعة حيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الزعماء العرب والشعوب العربية وسناء على الدور اللي بيقوموا بيه دلوقتي لتقارب الآراء ورأب الصدق والارتفاع فوق الخلافات وأننا ننطلق كشعوب عربية نحو المستقبل العالم اليوم في ظل الأزمات الكبيرة اللي بنشهدها محتاج موقف عربي موحد محتاج وحدة الصف بين الدول العربية وأن يكون لها صوت مسمو للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر نعقاد الدورة العادية السبع والتسعين للجنة الإعلام العربية دائمة مراسلة التلفزيون المصرية سالي سلم سالي ضعينا في صورة أبرز ما جاء في أجندة اللجنة وأبرز الملفات التي ستناقشها نعم تحياتي لك هيبة ولمشاهدين الكرام بالفعل من أحد فنادق القاهرة نتابع منذ صباح هذا اليوم انطلاق أعمال الدورة العادية الاثنتين وخمسين لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني وعشرين من سبتمبر وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجامعة الدول العربية لو تحدثنا تحديدا عن هذا اليوم الأول من هذه الفعليات وهو اليوم التحضرية والذي بدأ باجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها أو في الدورة العادية الخاصة بهذا اليوم والتي بدأت بكلمات افتتاحية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبرو الذي نقل تحية وترحيب السيد الرئيس للحضور والدول الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة وهم الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية فضلا عن من يقوم بدور هؤلاء الوزراء والمندوبين وأيضا المراقبين تحت جامعة الدول العربية تحت مظلت جامعة الدول العربية نقل الترحيب وشكر سيد الرئيس وترحيب مصر باستضافة هذا المجلس وهذه الدورة وتحدث عن أن دائما الرئيس يتحدث عن أن الإعلام لابد أن يكون في ظهر الأمة العربية والتضامن العربي وأثنى على البنود الأربعة عشر بندا المتضمنين والموضوعين على طاولة الاجتماعات اليوم هو إطار التحضير للاجتماعات أو التوصيات التي سيتم الخروج بها ترفع إلى المكتبة التنفيذية الذي يعقد يوم غد وأيضا ترفع إلى اجتماع مجلس ووزراء الإعلام العربي بعد غد الخميس البنود الموضوعة على طاولة هذه الاجتماعات والتي يتم من خلالها مناقشة الاستراتيجيات الخاصة بالإعلام العربي تفعيل استراتيجية الإعلام العربية 2022-2026 أيضا الحديث عن التغيرات والتواكب الذي يحدث فيها الإعلام الرقمي وضرورة إرساء استراتيجية عربية للتعامل مع الشركات المختلفة الشركات الإعلامية ودور الإعلام الرقمي في الفترة المقبلة عدد من الملفات التي توضع على هذه الطاولة وتأتي أيضا في مقدمتها القضية الفلسطينية وتم الحديث عن أن هناك بعض المقترحات التي تعمل على مواجهة هذه القضية وتوجيه خطاب إعلامي يتزامن مع التعامل مع هذه القضية أيضا ضرورة وضع المناهج الدراسية بما يتناسب مع الإعلام العربية كل ما يخص تحديات العصر أشكرك كسالي سالم مرسلة التلفزيون المصرية من مقر لجنة الإعلام الدهام انطلقت اليوم اجتماعة الدمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 رئيس الدولة وحكومة للمرة الأولى حضوريا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا ويلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش الخطابة الافتتاحية لدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة زاعي نفسهما في إطار مبادرة شاملة غير مسبوقة تستهدف توريد المزيد من الأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وتوفير إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى من يحتاجونها والتهديئة أسواق السلع الأساسية وتأمين المحاصيل في المستقبل وخفض الأسعار لصالح المستهلكين في كل مكان فلقد اتفقت أوكرانيا والاتحاد الروسي بدعم من تركيا على تحقيق هذا الإنجاز على الرغم من التعقيدات الهائلة وعلى الرغم من الممانعين لبل وعلى الرغم من جحيم الحرب وقد يقول قائل إن هذا الإنجاز معجزة انشق لها البحر لكنه في الواقع إنجاز تم بفضل العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف فلقد فتحت مبادرة البحر الأسود للحبوب الطريقة أمام الملاحة الآمنة لعشرات السفن المحملة بالإمدادات الغذائية التي تمس الحاجة إليها لكن كل سفينة منها هي محملة أيضا بسلعة من أنذر السلعة في الوقت الراهن ألا وهي الأمل أصحاب السعادة نحن في حاجة لهذا الأمل لبل أكثر من ذلك نحن في حاجة إلى العمل علينا الآن أن نتصد على وجه السرعة لأزمة السوق الأسمدة العالمية في سعينا إلى التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية والعالم لديه غلال العام الجاري ما يكفي من الأغذية إذ أن المشكلة المطروحة هي مشكلة توزيع هذه الأغذية ولكن إن لم يتحقق الاستقرار في سوق الأسمدة فقد تكون المشكلة المطروحة في العام المقبل مشكلة إمدادات غذائية نفسها ولقد وردت علينا بالفعل تقارير عن نجوء مزارعين في منطقة غرب أفريقيا أو غيرها إلى زرع محاصيل بكميات أقل بسبب أسعار الأسمدة وعدم توفرها لذا من الأهمية بمكان المضي في إزالة العقبات المتبقية التي تعترض تصدير الأسمدة الروسية ومكوناتها بما في ذلك الأمونيا فهذه المنتجات غير خاضعة للجزاءات ويجري الآن إحراز تقدم في إزالة الأثار غير المباشرة ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية الأخرى في تأثير أسعار الغاز المرتفعة على إنتاج الأسمدة النتروجينية لذا يجب التصدي لهذه المسألة بالجدية المطلوبة ذلك أن عدم اتخاذ أي إجراء الآن سيحول النقص العالمي في الأسمدة بسرعة إلى نقص عالمي في الأغذية أصحاب السعادة نحن بحاجة إلى العمل على جميع الجبهات ولندعي الأوهام جانبا فنحن بالفعل وسط بحر هائج ويلوح في الأفق شتاء يعمه السخط على المستوى العالمي وتستعر أزمة تكلفة المعيشة وتتهاوى أسس الثقة وتشتد مظاهر عدم المساواة بشكل صارخ ويحترق كوكبنا ويعاني الناس الأمرين علما أن الفئات الأكثر ضعفا هي أشدها معاناة ويتعرض مثاق الأمم المتحدة وما يجسده من مثل عليا لخطر محدق ويقع على عاتقنا واجب العمل من أجل مواجهة هذا الواقع ولكننا نتخبط مع ذلك في مأزق الاختلال الوظيفي العالمي الهائل وليس لمجتمع الدولي الاستعداد ولا الإرادة لمواجهة تحديات عصنا الكبرى والهائلة وتهدد هذه الأزمات مستقبل البشرية ذاته ومصير كوكبنا أزمات مثل حرب الجارية في أوكرانيا أو تناسل النزاعات في جميع أنحاء العالم ومثل حالة الطوارئ المناخية وفقدان التنوع البيولوجي ومثل الوضع المالي المترد للبلدان النامية ومأل أهداف التنمية المستدامة ومثل الافتقار إلى حواجز واقية تحيط بالتكنولوجيات الجديدة الواعدة الهادفة لعلاج الأمراض وربط الاتصال بين الناس وتوسيع الفرص المتاحة وبالفعل تم في غضون الفترة التي شغلت خلالها منصب الأمين العام تطوير أداة لتعديل الجينات وشهد ميدان التكنولوجيا العصبية الذي يربط التكنولوجيا بالجهاز العصبي البشري انتقالا من مرحات الأفكار إلى مرحلة إثبات جاه والمفهوم وأضحت العملات المشفرة وتكنولوجية الكتل المتسلسلة الأخرى شائعة ولكن تبرز في خضم طائفة عريضة من التكنولوجيات الجديدة علامات شتى تنظر بالخطر حيث أن منصة التواصل الاجتماعي القائمة على نموذج العمل التجاري يستغل مشاعر الاستياء والغضب والنزعة السلبية كمصدر يدر الأموال تتسبب في إلحاق أضرار لا توصف بالجماعات والمجتمعات وينتشر خطاب الكراهية والإعلام المظلل وسوء المعاملة مع استهداف النساء والفئات الضعيفة بشكل خاص وتباع بياناتنا وتشترى من أجل التأثير على سلوكنا بينما أصبحت برامج التجسس الحاسوب والترصد خارج السيطرة وكل ذلك دونما أي اعتبار للخصوصية ويعرض الذكاء الاصطناعي سلامة نظم المعلومات وسائل الأعلام الخطر بل يعرض ديمقراطية نفسها الخطر ويمكن أن تؤدي الحوسبة الكمية إلى تدمير الأمن السيبراني وزيادة خطر حدوث أعطال في الأنظمة المعقدة وليست لدينا ولو نواة هيكل عالمي للتصدي لأي من هذه المخاطر أصحاب السعادة إن إحراز التقدم على صعيد جميع هذه المجسائل وغيرها يوجد رهينة للتوترات الجيوسياسية فعالمنا في خطر ومصاب بالشلط وتسبب الانقسامات الجيوسياسية في تقويض عمل مجلس الأمن وتقويض القانون الدولي وتقويض ثقة الناس في المؤسسات الديمقراطية وإيمانهم بها وتقويض جميع أشكال التعاون الدولي والمؤكد أننا لا يمكن أن نظل على حالنا هذا وحتى المجموعات المختلفة التي أنشأها بعض أعضاء المجتمع الدولي خارج النظام متعدد الأطراف وقعت في فخ الانقسامات الجيوسياسية كمجموعة العشرين وكانت تبدو العلاقات الدولية في مرحلة من المراحل متجهة سوب عالم تتزعمه مجموعة البلدين الاثنين أما الآن فيحتمل أن يؤول الأمر في النهاية إلى عدم وجود أي مجموعة فلا تعاون ولا حوار ولا عملا جماعيا من أجل حل المشاكل ولكن الحقيقة هي أننا نعيش في عالم لا سبيل فيه إلى المضي قدما إلا باتباع منطق التعاون والحوار فلا يمكن لأي قوة أو مجموعة أن تقرر بمفردها ما يجب القيام به ولا يمكن تسوية أي من التحديات العالمية الكبرى من قبل تحالف للراغبين في ذلك فقط إننا بحاجة لتحالف العالم برمته أصحاب السعادة أود اليوم أن أرسم الخطوط العريضة لثلاثة مجالات يجب فيها على التحالف العالمي أن يتجاوز الانقسامات على وجه السرعة وأن يعمل يد في يد ويتعلق الأمر بداية بالمهمية الأساسية المسادة إلى الأمم المتحدة وهي إرساء السلام والحفاظ عليه ويظل اهتمام العالم مركزا في معظمه على الغزو الروسي لأوكرانيا فاتسببت هذه الحرب في دمار واسع النطاق في ظل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لإنساني وتبعث أحدث التقارير الواردة بشأن مواقع الدفن في إيزيوم على القلق البالغ إذن مشاهدين الكرام كان هذا جزء من أنطونيو جوتيريش وكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبع وسبعين والتي أكد فيها على الكثير من التحديات التي وجهها العالم منها أزمة الغزاء والطاقة والتي تأتي بشكل واضح عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا ما يفرد من تحديات في عالم الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والكثير من التحديات التي تتطلب العمل الجماعي وإعادة الرؤية مرة أخرى في مثاق الأمم المتحدة كما قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري خصوصية العام الحالي بالنسبة لمصر والولايات المتحدة باعتباره الذكرى المئوية لتتشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع أضاء مجلس الأعمال لتفاهم الدولي الأمريكي على همش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واستهرد شكري خلال اللقاء جهود الحكومة لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة لسيما من خلال دورها الرئيسي في أطلاق منتدى غاز شرق المتوسط وما تملكه من قدرات تؤهلها لإسالة غاز المنطقة وتصديره إلى أوروبا بالإضافة إلى انخرات القاهرة في خطط لتطوير خطوط الكهرباء بين الأفريق والأوروبيين كما در نقاش تفعلي مطول حول هذا اللقاء وخلاله بين وزراء وزير الخارجية سامح شكري وأضاء مجلس الأعمال حول الفرص الاستثمارية التي توتيحها مصر للقطاع الخاص الأمريكي هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأمريكي أنتري بلانكين في نيويورك وذكرت وزارة الخارجية أن لقاءتنا ولا مختلفة جوانب العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية الشراقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها رقيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وناقش الوزيراني الاستعدادات الجارية لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناقب شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقى وزير الخارجية سامح شوكري نظرته الفرنسية كاترين كولونا تناول اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة وسبل الدفع بأطر التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والاستثماري بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة في البلدين وخلال اللقاء أعرب شوكري عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم والتعاون ما بين مصر وفرنسا إلى ذلك أعرب الأمين العام لجامعة الدولة العربية السيد أحمد أبو الغيت عن تقديره لدور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش خلال الأزمة الأوكرانية ونجاحه في التواصل لاتفاق بخصوص الحبوب جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيت مع دوتاريش في إطار مشاركته في الدورة السبع والسبعين للجامعية العامة للأمم المتحدة وشهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات المتعلقة بالأزمة الدولية وكذلك تطورت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد في نشرة السالسة وعودة إلى اجتماعات الجماعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبع والسبعين في نيويورك حيث تشهد جلسات الجماعية العامة للأمم المتحدة هذا العام عددا من القضايا من أهمها أزمة المناخ ونقص الغزاء وارتفاع أسعار الطاقة والنقص في إمدادتها وتتصدر الأزمة الروسية الأوكرانية منقشات القادة والزعماء خلال الدورة الحالية وقد منحت الجماعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي موافقة استثنائية لتوديه كلمة عبر الفيديو كونفرنس دورة جديدة للجماعية العامة للأمم المتحدة تأتي في خضم عدد كبير من القضايا والملفات التي ربما لم يواجهها العالم من قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة المناخ ونقص الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة والنقص في إمداداتها فضلا عن أزمة التضخم وتهديدات الركود الاقتصادي العالمي عناوين بارزة لقضايا حيوية ستكون محل نقاشات بين الزعماء والقادة الذين سيلتقون حضوريا للمرة الأولى عقب انقضاء تحدي فيروس كورونا جلسات الجمعية العامة هذا العام ستشهد سجالا حادا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية بين الطرفين موسكو وكييف من جهة وبين موسكو والغرب من الجهة الأخرى وذلك حول مستقبل أوكرانيا ودعم الولايات المتحدة والدول الغربية لها في مواجهة القوات الروسية والجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب حتى لا يؤدي استمرارها إلى تفاقم أزمات الغذاء والمناخ التي تعاني منها بالفعل العديد من دول العالم الجمعية العامة منحت خلال هذه الدورة الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينيسكي موافقة استثنائية لتوجيه كلمة عبر الفيديو كونفرانس على الرغم من أن القواعد المعمولة بها في هذا الصدد هي ضرورة حضور المتحدث أمام الجمعية العامة من أجل إلقاء كلمته ولطالما طالبت أوكرانيا مجلس الأمن والجمعية العامة بإصدار المزيد من قرارات الإدانة لروسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومن المتوقع أن يركز قادة العالم خلال هذه الدورة على ربط الحرب في أوكرانيا بأزمة نقص الغذاء التي يعاني منها العالم حالياً في محاولة لتصديط الضوء على الأزمة الأوكرانية وعدم اعتبارها قضية تخص أوروبا فقط هذا وتتبادل روسيا والغرب لاتهامات بشأن من المتسبب في أزمة الغذاء الحالية والنتجة عن عرقلة تصدير واردات أوكرانيا من الحبوب لدول العالم وخاصة الدول الأفريقية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات الصداقة مع مصر تسمح بتطوير الشراقة بين موسكو والقاهرة جاء ذلك خلال كلمة بوتين أمام صفراء غدود في موسكو مشيراً إلى أن روسيا تعمل على إنجاز مشروعات كبيرة للتعاون مع مصر فنحن ننظر إلى مصر على أنه أحد أهم الشركاء لنا في منطقة إفريقيا والعالم العربي فنحن على تواصل دائم مع سيادة الرئيس السيسي ونعمل واللجنة الحكومة المشتركة فيما بين البتاعمل بنشاط وهناك مشاريع مشاركة كبيرة تنجز مثل بناء محطة الطاقة النووية في الضبع وتشكيل وإنشاء منطقة روسية التجارية في السويس وهناك حوار سياسي وتنصيق سياسي ما بين البلدين وبوجود السفراء وبتواجد السفراء من مصر والجزائر والدول الأفريقية الأخرى أود التذكرة هنا أنه في عام 2023 سيُعقد مؤتمر روسيا أفريقيا في سان بيترسبورغ لدراسة التعاون والدول الأفريقية بشكل عام في الملف الروسي الأوكراني تعهد رئيس الأوكراني فلادي ميرز لناسكي بعدم توقف القتال الذي تخوضه قوات بلاده لاستعادة أراضيها يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كييف أن قواتها عبرت نهرا رئيسيا مما يمهد الطريقة لهجوم على القوات الروسية في منطقة دونباس شرقية البلاد تطورات متلاحقة تشهدها الأوضاع الميدانية في الأزمة الروسية الأوكرانية مع مواصلة قوات كييف التواغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا هذه التطورات تمهد الطريقة لهجوم المحتمل من القوات الأوكرانية على نظيرتها الروسية في منطقة دونباس مع سعي كييف للحصول على مزيد من الأسدحة الغربية بالإضافة إلى تعهد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي بعدم توقف القتال الذي تخوضه بلاده لاستعادة أراضيها عقدت اجتماعا جديدا في مقر القائد الأعلى لكوات المسلحة هناك أخبار مهمة من خط المواجهة نحن نعمل على استقرار الوضع ونبقي المواقع قوية جدا لدرجة أن الكوات الروسية تشعر بالضعر حقا لقد حذرنا الجنود الروس في أوكرانيا من خيارين فقط الفرار من أرضنا أو الاستسلام ولدى المتعاونين خيارات متمثلة وعبرت القوات الأوكرانية نهر أوسكيل مطلع الأسبوع الجاري والذي يتدفق جنوبا ليلتقي مع نهر سيفيريسكي دوناتس الذي يمر عبر منطقة دومباس وهي الهدف الرئيسي للروس من جهتها أعلنت سلطات إقليم دوناتسك مقتلى ثمانية عشر مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني جديد على مدن وبلدات الإقليم وأضافت السلطات أن القذائف الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية لا تضم أي مواقع عسكرية وأشارت أيضا إلى أن قوات كييف تكثف قصفها العشوائية على دوناتسك في الآوانة الأخيرة من جانبه قال الجيش البريطاني أن أسطول البحر الأسود الروسي نقل بعض غوصاته من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى جنوب روسيا وأشار إلى أن موسكو قد فقدت على الأرجح أربع طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشر الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي فقدتها إلى خمس وخمسين طائرة منذ بدء العملية العسكرية أما وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون فقالت إن الحرب في أوكرانيا ما تزال طويلة وإن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات التي تحتاجها كييف انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه بجهود الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها العالمية وقال إن هذا الأمر محكوم عليه بالفشل وفي كلمة خلال تلقيه أورقات مدي عدد من سفراء الأجانب في موسكو أوضح بوتين أن التطور نحو عالم متعدد الأقطاب يواجه مقاومة وأكد بوتين أن قرره بإرسال قوات إلى أوكرانيا جاء ردا على تعدي الغربي على المصالح الأمنية الروسية الحيوية كما أضف بوتين أن الأسلحة الروسية تظهر فعالية كبيرة في أوكرانيا وأن بلاده بحاجة لتعزيز قدرة صناعة الأسلحة لديها أكد رئيس مجلس الدوم الروسي أن البرلمان أقر قانونا يشدد العقوبات على الجرائم إذا تم إعلان تعبئة العسكرية العامة ومن دانبه قال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف إن فكرة التعبئة الذاتية التي اقترحها رئيس الشيشان رمضان قاديروف يجب أن تقيمها وزارة الدفاع الروسية هذا قد تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليسرس بزيادة الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا وقالت ترعس إن الانتصارات المسجلة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هي مصدر إلهام مؤشرة إلى نجاح القوات الأوكرانية في استعادة بعض المناطق من سيطرة روسيا هذا وتوجهت تاليستراس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول زيارة خارجية لها بعد توليها لمنصبها اعتمد المجلس الأوروبي قرارا بتقديم خمسة مليارات تأيير في أثار المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا في التاسع من سبتمبر الجاري على دعم هذه المساعدة الإضافية لأوكرانيا في اجتماع غير رسمي انعقد في براج وأشر البيان إلى أنه تم اليوم اعتماد هذه المساعدة رسميا بعد استكمال الخطوات اللازمة في غدون 11 يوما فقط طالب وزير الخارجية المجرية بيتر سيارتوى للتحاد الأوروبي بعدم التفكير في فرض عقوبات دديدة على روسيا وأشر وزير الخارجية المجرية إلى أن فرض العقوبات الجديدة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة والحاق الدرار بأوروبا أضف كذلك أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن ذكر حزمة سامنة من العقوبات وأكذا التوقف عن اتخاذ إجراءات ضعيفة ترجمة نانسي قنقر قالت شركة جاسبروم الروسية أنها ستشحن 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وأظهرت بيانات من شركة أوكرانية مشغلة لخطوط أنبيب الغاز أن شركة جاسبروم الروسية وصلت إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا الأسبوع الماضي وذلك وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين أظهرت بيانات حكومية يابانية أن معادل التضخم في البلاد سجل في شهر أغسطس الماضي 82 من 10% في أعلى مستوى له منذ عام 2014 وأكدت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أن القهرباء والغاز والوقود كانت من بين أبرز العوامل التي سهمت في ارتفاع الأسعار وتأتي هذه البيانات قبيل اجتماع البنك المركزي الياباني المقرر هذا الأسبوع كشف غالبية الأمريكيين الذين شملهم استطلعون جديد للرأي أنهم ما قلصوا انفاقهم مؤخرا بسبب التضخم المرتفع في البلاد وأظهر تقرير التضخم لشهر أغسطس الماضي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8.3% على أساس سنوية في الولايات المتحدة وهو أعلى من التوقعات هذا وتبددت الأمل في أن الأسعار قد تكون معتدلة وسط ضغوط التضخمية المستمرة في الولايات المتحدة وقال أكثر من واحد من كل سلاسة أمريكيين قال إن أوضعهم المالية الشخصية ازدادت سوءا وفقا للاستطلاع طلبت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي من البنوك العاملة في أوروبا توخي الحذر في موادهة ما وصفته بفصل شتاء صعب وأكدت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي قوة القطاع المصرفي في منطقة اليورو إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الركود المغبل يستدعي الحذر شدد وزير الصناعة الفرنسية على أنه في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة قد تكد مئة الشركات كثيفة الاستخدام للكهرباء تجد نفسها في مأزق هذا الشتاء وأشار إلى أن أزمة الطاقة في المقام الأول هي معركة أوروبية فيما تعلق بسوق الغاز والكهرباء الأوروبية والتي وعدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين باتخاذ إجراءات إصلاحية حيال أسعارها تهدد حالة التضخم التي يمر بها الاقتصاد الألماني القطاعات المستهلكة للطاقة فيما حذر البنك المركزي الألماني من أن إمدادات الطاقة ستكون في غاية الصعوبة خلال الأشهر المقبلة بعد وقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد قوة الاقتصادات الأوروبية لم تشفع كثيرا في مواجهة الأزمة الأوكرانية وتداعيتها الكبيرة مما دفع الحكومات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للسثنائية في ألمانيا دخل الاقتصاد مرحلة تراجع واضح على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة فيما يواصل التضخم لارتفاع حيث قارب على ثمانية في الماء خلال الشهر الماضي بينما يكتنف الغموض مستقبل إمدادات الطاقة وأسعارها الأمر الذي سيضر بالقطاعات المستهلكة للطاقة البنك المركزي الألماني حذر من أن إمدادات الطاقة ستكون في غاية الصعوبة خلال الأشهر المقبلة بعد وقف إمدادات الغاز الروسي والتي كانت تعتمد عليها البلاد بنسبة 55% قبل الأزمة في أوكرانيا وبعدما سجل إجمالي الناتج المحلي الألماني زيادة متوضعة في الفصل الثاني من العام الجاري توقع المركزي الألماني تراجع الناتج المحلي بشكل كبير في الفصل الرابع وعلى الأرجح خلال الفصل الأول من العام المقبل دون أن يرد أرقاما محددة هذا وأصدر رئيس البنك يوكيم ناجل توقعات مماثلة في مطلع سبتمبر الجاري بشأن دخول اقتصاد بلاده في حالة انكماش مع نهاية العام وبداية عام 2023 كما توقع معهد إيفو وهو أحد أكبر معاهد الأبحاث في ألمانيا انكماش الاقتصاد الألماني في الفصل الأول من العام المقبل أعلن البنك المركزي السويدي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 1.75% وأضف البنك المركزي السويدي أن التضخم المرتفع يقود القوة الشرائية للأسر ويجعل من الصعاب على كل من الشركات والأسر التخطيط لأوضاعهم المالية دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن إلى ضرورة إرساء سلام مستدام بين أرمينيا وأذربيجان هذا وأعلن مجلس الأمن القومي في أرمينيا ارتفاع حصيلة قتل المعارك التي دارت الأسبوع الماضي من 136 إلى 207 مما يرفع حصيلة القتل لدى الجانبين إلى 286 مساع دولية حفيثة لتهدئة التوتر المتصاعد بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان آخر تلك المحاولات قام بها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكن وذلك خلال لقاء جمع وزيري خارجية البلدين للمرة الأولى منذ الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما وفي فندق في نيويورك عشية ناقاض الجمعية العامة للأمم المتحدة جلس الوزيراني على جانبي بلانكن وقد بدأ عليهم التجهم واعتبر بلانكن أن عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام أمرا مشجعا وقال إن التوصل إلى التزام دبلوماسي قوي ومستدام هو السبيل الأفضل للجميع هذا وأعلن مجلس الأمن القومي في أرمينيا ارتفاع حصيلة قتل المعارك التي دارت الأسبوع الماضي من 136 إلى 207 مما يرفع حصيلة القتل لدى الجانبين إلى 286 شخصا وشكل التصعيد الذي سجل الأسبوع الماضي أعنف مواجهة بين الجانبين منذ الحرب التي دارت بينهما في عام 2020 مما هدد بنصف عملية السلام الهشة بين الجارين اللدودين وشملت الحصيلة الجديدة للقتل مدنيين وفق مجلس الأمن القومي الأرميني ومن جهتها أفادت باكو بمقتل 79 من عسكريها وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد حملت أذربيجان مسؤولية هجمات غير مشروع على أرمينيا وذلك في آخر زيارة أجرتها إلى ييريفيان أدانت خلالها الاعتداء على سيادة البلاد وتزداد العلاقات تبلورا بين الولايات المتحدة وأرمينيا التي انهمكت حليفتها موسكو في عمليتها العسكرية في أوكرانيا وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2020 للسيطرة على إقليم ناجورنو كارباخ المتنازع عليه بين البلدين وحصدت ستة أسابيع من القتال في عام 2020 أرواح أكثر من 6500 عسكرية لدى الجانبين وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية وبموجب الاتفاق تنازلت أرمينيا عن أراضي سيطرت عليها العقود ونشرت موسكو نحو ألف عسكرية للإشراف على الهدنة الهشة قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية وأشرت المنظمة أن نهاية الجائحة قد تلوحف الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها تسبب إعصار نانمدول في هبوب رياح عتية وهطول أنطار غزيرة قياسية على أجزاء من اليابان وأسفر الإعصار عن مصرع شخصين وعرقلة حركة المواصلات وانقطع الكهرباء عن ألاف المنازل وإجبار بعض المصنعين على تعليق العمليات تحركت العصفة الاستوائية التي غمرت اليابان بأمطار غزيرة إلى المحيط الهادي بعد مقتل شخصين وإصابة أكثر من مائة شخص وتوقف حركة المرور وانقطع الكهرباء عن ألاف المنازل وأشار التقارير إلى وقوع أضرار جديدة جنوبية اليابان حيث ضرب إعصار نانمدول المنطقة قبل أن يضعف مع تحركه شمالا وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة في جزيرة تانيجا شيمع جنوب جزيرة كيوشو أن جدارا تضرر في مركز للفضاء تابعا لوكالة الفضاء والاستكشاف اليابانية ويجري تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى المستخدم لتجميع الصواريخ هذا وسجلت وكالة إدارة الحرائق والكوارث حالتي وفا في محافظة ميازاكي بجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب اليابان عثر على أحدهما في سيارة غارقة في مزرعة غمرتها المياه وذلك في بلدة مياكو نوغو وعثر على آخر تحت انهيار أرضي في ميماطا وقالت الوكالة إن شخصا فقد في محافظة هيروشيما غربية اليابان كما أصيب 115 شخصا في أنحاء غرب اليابان وكانت معظم الإصابات طفيفة حيث سقط أشخاص خلال العصفة المطيرة وأصيبوا بشضايا النوافذ المكسورة أو الأجسام المتطايرة وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن أكثر من 130 ألف منزل معظمها في منطقة كيوشو ما زالت بدون كهرباء حتى صباح اليوم كما أغلق العديد من المتاجر الصغيرة وتأخر توزيع الإمدادات وعادت معظم وسائل النقل إلى طبيعتها عندما عاد الركاب إلى أعمالهم بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت ثلاثة أيام واستؤنفت حركة القطارات السريعة ومعظم وسائل النقل البري لكن السلطات عمدت إلى إيقاف عشرات الرحلات الجوية شمال شرق اليابان وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن العصفة الاستوائية توجهت إلى المحيط الهادي قبالة سواحل شمال اليابان وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 507 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت 130 طن وتم ضبط 22 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السهر الرسمي للسلع فقد تم ضبط 109 أطنان وتم ضبط 712 قضية في مجال قضايا المخابز مبينها 73 قضية خبز ناقص للوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد أطلقت تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والغذائي وتوفير المستلزمات الدراسية وشملت دعم النقدي 107 ألاف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرية كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية مجانا بالمحافظات بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب في كرة محافظات حياة كريمة حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصرفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الموارد المائية والريهاني سويلم أن تعاون المتميزة بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات في مجال الموارد المائية جاء ذلك خلال لقاء وزير ريه مع سفير الياباني بالقاهرة وممثلي هيئة التعاون الدولي الياباني جايكا حيث تمت مناقشة صبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية أنشأت جامعة أسيوت أول مركز لرعاية طلاب ذوي الهمم على مستوى جماعات الصعيد والخامس على مستوى الجماعات المصرية يأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماما خاصا بالطلاب ذوي الهمم لدمجهم مع أقرانهم من الطلاب الجماعيين من أجل تطوير الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة لهم اهتمام خاص توليه الدولة للطلاب من ذوي الهمم حيث تسعى لدمجهم مع أقرانهم من عجل تطوير الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة لهم وفي إطار هذا الاهتمام أنشأت جامعة أسيوت أول مركز لرعاية الطلاب من ذوي الهمم على مستوى جامعات الصعيد وهو الخامس على مستوى الجامعات المصرية أنا سعيد طبعا بوجود في هذا المركز، ليس أول مرة نزور المركز، نزور مرات عديدة ومتعددة في كل مرة بنجد نشاط فيه فعالية، الطالبة حابين المكان ويمكن ده وجدناه في وجههم وابتساماتهم ورضاهم تجولت في أغلب الغرف، في غرف الخاصة به التعلم الفني الموسيقي، العز في الغناء، أصوات عزبة، أصوات جميلة، مفرحة وكما لحظت حضرتك، أننا خدنا قرار أنهم سيشاركوا معنا في احتفالات 6 أكتوبر، فقرة خاصة في زول العاقة التي تبقى موز مع أخداء إن شاء الله في 6 أكتوبر نحاول أن نستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي، ونحاول أن ندمجهم في الحياة الجامعية بتأهيلهم نفسياً ثم أن نتم توزيحهم على كافة القطاعات، نحاول أن نقدمهم كافة الخدمات الممكنة بحيث أن نبني شخصية الطالب بشكل مختلف ويضم للمركز قاعة تدريب ومركزاً لتباعة الكتب بطريقة بريل، ومكتبة ثقافية وقاعات مزودة بأجهزة الكمبيوتر للإعاقة البصرية أنا مبسوطة جداً أن أنا طالبة من زول همم داخل المركز، أن المركز ده بيقدم لنا حاجات كتير جداً زي خدمات طبية، خدمات دراسية، خدمات ترفيهية كمان للطلبة، بيقدم معسكرات كتير زي معسكر إعداد القادة، زي معسكر رياضي هيتم من الفترة الجاية إن شاء الله ويحقق المركز حلم طلاب كثر في الحصول على تجربة تعليم متكاملة وتوفير الأجهزة الداعمة بالإضافة إلى دعم ممارسات الأنشطة الطلابية المتنوعة من موسيقى وغناء وأنشطة ذهنية طبعاً التعامل مع الطلبة هنا بيبقى شوية محتاج سكيلز خاصة للأشخاص اللي ممكن يتعاملوا معهم ده الحمد لله بنحاول نوفره لهم من خلال التواجد معهم في فترات دراستهم لو في أثناء الدراسة ولو أثناء الأجهزة زي كده احنا بدينا موجودين معهم تقريباً شبه هومياً كذلك ضم المركز أول معمل على مستوى الجامعات المصرية مخصص لاختبارات الطلاب المكفوفين والصم والبقم وكذلك أول نادي اجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية بجامعاتها المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة افتتح محافظ القاهرة خالد عبد العال معرض الأسر المنتجة بحي الخليفة وأكد عبد العال أن المحافظة تتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ أعمال المبادرة من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات صغيرة مشدداً على حرص المحافظة على إقامة المعارض للترويب لتلك المشروعات وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أيضاً وقعت القافلة الطبية الكشف على ما يقرب من 1300 مواطن على مدار يومين بقرية أبو صوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية ضمت القافلة كل تخصصات الطبية وخدمة تنظيم الأسرى بجانب خدمة الأشعة وتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل مجاناً نحن النهاردة بنقدم قافلة بالتنصيق مع حياة كريمة القافلة بتشمل جميع التخصصات التشف والعلاج بالمجان وفي حالة أن نحتاج إلى مستوى أعلى ففي حالة للمستويات الأعلى مثل مستشفى الجامعة أو مجمعة تابعة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسماً توضيحياً تحت عنوان المشروعات القومية القبرى تجبر معدل البطالة على التراضع يسجل أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عاماً ورصد الرسم توضيحي مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري مشيراً إلى أن من أهم المؤشرات تراضع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلاً سبعة واثنين من عشر في المائة مقابل سبعة وثلاثة من عشر في المائة في الربع الثاني من عام 2021 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً استعرض خلاله نعكاسات التدابير الحكومية حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع الطاقة وأشار التقرير إلى أن زيادات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية أثارت التساؤل عن مدى قدرة الأسر بدول العالم على تخفيض استهلاكها للتكيف مع تلك الزيادات وأشار مركز المعلومات إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية الأسر والشركات والاقتصاديات من ارتفاع أسعار الطاقة حيث قدمت العديد من الحكومات في الدول المتقدمة الكثير من حزم الدعم النقدي وغير النقدي أم بالنسبة للدول النشئة والنمية فقد تمثل الدعم على هيئة تخفضات في نسب درائب الاستهلاك أكد وزير البترول طارق الملا أن تطوير منظومة تكرير البترول وصناعة البتروكيمويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث وتطوير وحقق نتائج متميزة عاما بعد الآخر جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركات القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الجاري وأوضح الوزير أن هذا التطوير يتم بالتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الانتجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمي في إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيمويات لضمان أعلى كفاءة في الأداء وهو من عكس بشكل إيجابي على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيموية للسوق المحلية وحقق استقرارا في الإمدادات وصلنا إلى نهاية نشرة أسالسة ولم يتبقى فيها سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من الأخبار انتلقوا الاجتماعات التحضرية لمجلسي وزراء الأعلام العرب برعاية الرئيس سيسي بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك زيلنسكي يتعهد بمواصلة القتال والقوات الأوكرانية تواصل التواغل شرقا انتهت نشرة ثالثة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة